أهلا بكم من جديد قالت البحرية الأمريكية أنها أرسلت غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة وصلت إلى الشرق الأوسط للمساعدة في إرساء الأمن والاستقرار البحري في المنطقة وذكر بيان للبحرية أن الغواصة يو اس اس فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة سويس دعما للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له وأوضحت البحرية أن الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طرازة ماهوكا فهل إن الغواصة الأمريكية تأتي لردع التهديد الإيراني؟ البحرية الأمريكية ترسل إلى الشرق الأوسط غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة المتحدث باسم البحرية تيموثي هوكينز لم يكشف طبيعة المهمة الجديدة للغواصة يو اس اس فلوريدا لكنه ذكر أن الخطوة تأتي دعما للأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين للمساعدة في ضمان الأمن البحري الإقليمي ورد في البيان أن الغواصة كانت تتمركز في كينغز باي بولاية جورجيا ودخلت المنطقة يوم الخميس وعبرت قناة السويس الجمعة وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك ويمكن لصواريخ توماهوك الموجهة التي تطلق من السفن أو الغواصات أن تصيب أهدافا على مسافة 2500 كيلو متر ولأنه من النادر جدا أن تعترف البحرية الأمريكية بموقع الغواصات أو أماكن نشرها اعتبر محللون هذا التحرك استعرادا للقوة تجاه إيران بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إليها من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية باستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في السنوات الأخيرة وهي مزاعم تنفيها طهران تتلخص مهمة الأسطول الخامس الأساسية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية ومراقبة إيران عن قرب والإشراف على دوريات في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق باب المندب قبالة اليمن والبحر الأحمر ولا يتوقف السجال بين الولايات المتحدة وإيران اتحدثت البحرية الأمريكية عن إحباط محاولات لتهريب الأسلحة وعن سلسلة من المواجهات المتوترة في البحر مع القوات الإيرانية اعتبرتها البحرية عدوانية بشكل متهور ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع عبر سكايب من واشنطن مدير مركزي التحليل السياسي والعسكري في معهد ييتسون ريتشارد ويتس ومن طهران الباحث السياسي سعيد شاوردي أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد ريتشارد ومن النادر أن تعلن الولايات المتحدة عن موقع غواصاتها برأيك ما الرسالة التي أرادتها بالحديث عن تحرك هذه الغواصة خلال سنوات الأخيرة عهدنا أن يعلن الجيش عن دورياته من سفن وانتشار الطائرات هذا مثلا ما حصل بانا قيام روسيا بعدوانها على أوكرانيا هذا عادي واعتيادي فالهدف من كل الانتشار للقوات الأمريكية في المنطقة هو دحر أي عدوان مثلا من إيران ولكي نطمئن الشركاء والحلافاء مثل دول مسجلس دعون الخليجي وإسرائيل وأن نظهر كذلك أنه بالرغم من كل الانخراط الأمريكي في أوكرانيا وأيضا انشغالها بمسألة تايوان والصين أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة تجاه الوضع الأمني في الخليج أيضا مع قيام سين بالعمل الدبلوماسي وبقدرتها العسكرية وفقط الولايات المتحدة قادرة على حماية دول مجلس دعون الخليجي من أي عدوان خارجي نعم سيد شاوردي هذه الغواصة بكل ما لديها من إمكانيات غواصة نووية قادرة على حمل 154 صاروخا كيف تقرأ إيران هذه الرسالة تحية طيبة لك ستريم ولضيفك ولجميع المشاهدين طبعا لطالما اعتبرت إيران الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة على أنه يهدد الأمن في المنطقة على عكس ما تقوله الولايات المتحدة عندما ترسل البوارج الحربية أو القواصات إلى الخليج الفارسي تقول أنه من أجل حماية الملاحة ودعم الحلفاء في المنطقة على عكس ذلك تقول إيران مجيء هذه القطع العسكرية إلى المنطقة يخل بالأمن هنا وطبعا إيران دائما تحتج على مثل هذه القضايا وتدعو إلى الوصول إلى الأمن في المنطقة الخليجية من خلال تعاون عسكري وأمني مشترك بين إيران والدول العربية خاصة اليوم ستريم تعرفين جيدا حصل سلام في المنطقة بين إيران وبين السعودية واليوم السعودية اختارت أن تعيد علاقاتها مع إيران وإيران أيضا تعمل على عادة العلاقات الثنائية فلا أعتقد تبقى أي توترات في المنطقة بعد السلام أو بعد عادة العلاقات بين طهران والرياض ستتحسن العلاقات الإيرانية العربية بشكل كبير وأعتقد إيران تقول أنه نحن لسنا بحاجة إلى إرسال قواصات خاصة إذا ما كانت نووية أمريكية إلى المنطقة إلا إذا كانت هذه القواصات تأتي لدعم فقط إسرائيل وليس الدول العربية وفي هذه النقطة بحدداتها سيد سعيد انتهينا من المشاكل التي شهدناها بين إيران والدول العربية نعم وفي هذا الإطار بحد ذاته والرسائل التي توجهها طهران إلى إسرائيل هل يفهم ذلك في طهران بأنه رد على التهديدات التي طرحتها في الفترة الأخيرة ردا على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من قيادات الحرس الثوري والمستشارين في سوريا طبعا يعني ريم تعرفين أن إسرائيل للأسف يعني هي لوحت بشكل مباشر أو قير مباشر أنه نعم كما أشرت حضرتش يعني استهدفت قيادات ومستشارين عسكريين إيرانيين تابعين للحرس الثوري في سوريا وإيران تقول أيضا هذا من حقها الرد على أي طرف قد استهدف هؤلاء في سوريا وتقول القانون الدولي يسمح لي بذلك نحن لا نريد أن نشعل نيران حرب جديدة في المنطقة المنطقة فيها ما يكفيها من المشاكل والأزمات ولكن هناك تحرش واضح من قبل إسرائيل بإيران وحلفاء إيران سواء في سوريا أو في مناطق أخرى فأعتقد ينبقي الضغط على إسرائيل التي تمتلع من هذه السياسات وطبعا خطير جدا هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل لأن اليوم الكل هنا حتى الدول العربية وحلفاء الولايات المتحدة من ضمنهم السعودية يعارضون أن نشهد حرب جديدة في المنطقة فالسياسة الإسرائيلية التي هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تزعزع الأمن في المنطقة وأعتقد على الولايات المتحدة أن تقير من دعمها لإسرائيل أتوجه بها إلى السيد ريتشارد سيد ريتشارد إذا كان إرسال هذه الغواصة هو لطمأنة الحلفاء ودعم الحلفاء بمن فيهم إسرائيل ودول الخليج ضيفنا يقول هناك صلح إيراني سعودي هناك محاولات أيضا لرأب الصدع مع الحوثيين في اليمن وغيرها من توجهات جديدة تشهدها المنطقة هل برأيك بالفعل هي بحاجة المنطقة بحاجة إلى وجود غواصة من أجل فرض الأمن؟ نعم لقد رأينا بعض الخطوات تتجه نحو الدبلوماسية مؤخرا ولكن ملف النووي الإيراني لا يبقى مفتوحا ولا تزال إسرائيل وغيرها من الدول تشعر بالقلق تجاه ذلك وتجاه أعمال حزب الله في لبنان وحماس والحرب في اليمن مستمرة إذن نأمل أن يعمى السلام في المنطقة ولكن لحين ذلك من الوجيه للجيش الأمريكي بأن يبقي على وجودا صلبا في المنطقة فقط للتوازن لقد وجدت الولايات المتحدة بوجودها هناك لوقت طويل حتى وإستخدوا المملكة العربية السعودية خطوات تصالحية مع إيران لقد رأينا أيضا ازتيادا للنشاط التعاون العسكري الأمريكي السعودي إذن هو فقط للتأكد أنه في المستقبل سيكون دائما هناك سلام في منطقة الخليج نعم هذا التحرك وأواصل معك سيد ريتشارد إلى أي مدى هو مرتبط بالتهديد والوعيد الإيراني لإسرائيل بعد الهجمات الأخيرة وأيضا بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي في المنطقة الشرقية من سوريا يعني أو إصابته بالتالي هل يمكن لهكذا تطورات ميدانية أن تكون عاملا دفع إلى هكذا تحرك؟ ربما لا يجدر ربطه بأي حدث محدد فهذه الدوريات تستغرق شهورا لترتيبها وقد تم العمل عليها منذ فترة وليس من الأمر الجديد ترسل الولايات المتحدة عادة قطع بحرية إلى المنطقة منها من الغواصات والسفن والمدميرات وغيرها لا أعتقد بأن الأحداث الأخيرة لها أي وقع ولكن الوضع الحالي في الشرق الأوسط غير مستقر وبذلك إذا ما أردت أن أتحدث عن ما تحدثنا عليه منذ لحظات القوات الأمريكية ترى أهمية الوجود هناك هناك كذلك قوات أمريكية في العراق وفي سوريا وفي عدد من دول مجلس تعاون الخليجي وهذا للإسهام أيضا بتوفير الأمن لهم نعم سيد شاوردي برأيك ومع هذه الرؤية الأمريكية المرتبطة بتوفير الأمن في المنطقة إلى أي مدى طهران يمكن بالفعل أن يكون مثل هكذا التحرك هو عامل رادع لها أو مقلق لها ستريم يعني إيران تقول أن الأمن لا يشترى ولا يأتي من الخارج من مكان بعيد الأمن في المنطقة يأتي من خلال تعاون وثيق وقوي بين جميع دول هذه المنطقة سواء الدول الكبيرة مثل إيران والسعودية أو الدول الصقيرة يعني قطر والإمارات وسلطنة عمان والدول الأخرى فمن خلال تعاون مشترك نحن نستطيع وقادرون وفق ما تقول إيران على أن نجعل منطقة الخليج الفارسي آمنة دون أن تحتاج إلى أي قوات أجنبية ولكن أعذرني للمقاطعة هناك من يتهم طهران بأنه هي التي تشعل هذه المياه غير آمنة من خلال هجمات تقوم بها يعني ستريم حصلت غضايا وخلافات خلال الفترة السابقة تم استهداف سفن وحاملات النفط خلال الأعوام الماضية ولكن أعتقد تجاوزنا هذه المرحلة يعني لا أحد استطاع أن يثبت من الذي استهدف تلك السفن وحاملات النفط صحيح هناك اتهامات من قبل إسرائيل وأمريكا لإيران ولكن لم يقدموا أدلة على اتهاماتهم اليوم كما قلت نحن دخلنا في مرحلة جديدة من التعاون والسلام وأيضا هناك يعني السعودية لديها خطط لتنمية علاقاتها ليس فقط مع إيران بل مع روسيا والصين وأعتقد هذه الغضية تقلق الولايات المتحدة لأن واشنطن تعرف أن الصين وروسيا ستدخل في المنطقة القليجية عسكريا ولذا من المحتمل أن تريد أن تبقى أمريكا متواجدة عسكريا أيضا في هذه المنطقة حتى لا تكون ساحة للصين وروسيا ولكن أيضا كما قلت أعتقد دول المنطقة بشكل عام هي لا ترحب بتواجد عسكري أجنبي لأن خلال العقود الماضية رأينا أن هذا التواجد لم يحقق الأمن إيران قدمت مبادرة هرمز للسلام وهذه المبادرة أن يكون تعاون اقتصادي وأمني وعسكري من قبل كل دول هذه المنطقة واليوم بعد عادة العلاقات بين طهران والرياض أعتقد سنشهد ظروف مختلفة تماما عن الظروف التي رأيناها خلال العقد الماضي وسنشهد تعاون وأعتقد ستتخلص لحد بعيد المنطقة من الأزمات ومن الاتهامات المتبادلة من قبل إيران للسعودية ومن السعودية إلى إيران نعم سيد ريتشارد نقلا عن مسؤولين أمريكيين صحيفة وولستر جورنال قالت أن لديهم معلومات استخباراتية تشير بأن إيران تخطط لمزيدا من الهجمات في جميع المنطقة وهذه الغواصة هي تتجه إلى المنطقة دعما للأسطول الأمريكي الخامس الذي تواجد في البحرين هل يمكن بالفعل ردع مثل هكذا هجمات في حال تمت؟ نعم ولكن من الصعب أن نثبت ذلك إذا نجحنا في الردع فلا يكون هناك هجوم فما من طريقة لإثبات ذلك إذا ما كان هناك خطط تحضر لها إيران فوجود الأمريكي هناك سيمنعهم من القيام بها أكان ذلك في ردعهم أو في هزيمتهم ولكن لا أزال أعتقد بأنه ليس هناك حتى الآن أي رابط بأي إنذار عن أي أحداث وإنما هو فقط لإظهار أن الولايات المتحدة لا تزال موجودة في الشرق الأوسط بقوتها وقادرة على الدفاع عن مصالحها بالرغبة من شغالها في أوكرانيا وتايوان وغيرها في المناطق نعم شكرا جزيلا لكم من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هيتسون ريتشارد ويتس ومن طهران البحث السياسي سعيد شاوردي شكرا جزيلا لكم